هذه الدولة التي نشأت في 62 بهذا الطريق كانت كل ما مرت عليها السنين ومرت عليها الأعوام كلما زادت انحرافا ووصل الانحراف الكبير إلى 92 إلى الانقلاب مرات بعض إخواننا خاصة ربما ممن كانوا يناصروا انقلاب 92 وهم اليوم مع هذه الثورة يقولوا لي لماذا تركز على 92 أنا لا أركز على 92 92 وقع انقلاب عسكري أدى إلى الإيطاحة بالرئيس والإيطاحة بالدستور والإيطاحة بالانتخابات القضية لم يكن من قلاب فقط ضد الفيس لأنه لو كان كان قلاب ضد الفيس لأنه كان ألغيت الانتخابات واستمرت استمر الرئيس استمر الدستور هذا واحد الأمر الثاني أن 92 من بعد أصبح الجزائرين يقتلون بلا حدود خاصة بعد المقولة البائسة للمقبور رضا مالك وليسموه الجزائرين آنذات برضا هالك ليقول فيها على الرعب أن ينتقل للطرف الآخر ابتداء تقريبا من مارس 94 ثم في 92 وصل الانحراف إلى أقصى حدوده لأن الذي أصبحوا يحتحكمون في البلاد ما داروش حتى جيش الحدود لم يكن حتى أصولهم مجاهدين أو من جيش الحدود إنما أصولهم من الجيش الفرنسي الذي قاد انقلاب 92 خالد نزار التحق بالجيش الفرنسي في 56 سنتين بعد الثورة وين؟ ما كانش في مدينة ولا في قرية ما فيهاش ثورة من قلب الشاوية قلب الثورة من قلب الشاوية قلب الثورة التحق الأحرار كانوا يلتحقون بالجبال بمصطفى بن بولعيد وإخوانه وهو التحق بعسكر فرنسا هذا وصل أن أصبح وزير دفاع تدان 89 أو 90 ثم ليصبح ليقوم بالانقلاب ومن الثمانية الذين قادوا الانقلاب واحد فقط لم يكن من ضباط فرنسا سبعة كانوا من ضباط فرنسا تنفيق فقط اللي يقولوا كان في المارين مارشوند في البحرية التجارية تاعة فرنسا لكنه لم يكن في عسكر فرنسا أما السبعة الآخرين فكانوا ضباط وصف ضباط من فرنسا ناهيك على أن التسعينات شاهدت تدمير للاقتصاد تدمير للإنسان تدمير للمجتمع تدمير لكل شيء فالحراف الكبير كان في 92 أنسوا الفيس لأن لو كانت القضية ضد الفيس فقط لو كان تم حل الفيس كما قاموا أو اعتقال أعضاقية الفيس لكن بدون تخل البلاد في بحرنا الدماء وقيت خالد نزار يقول وهذه رح نشرها معمر فراح وكان يومها أحد أعتقد كان في الأسوار ضلجيري ورح ما زال يقول بأن خالد نزار جمعنا في بداية جرومبي 92 وقال نتوقع مقتل ستين ألف وأعتقد أن صحفي سعد بعقبة ذكر هذا الموضوع وقال أشار إليه وأنه كان هو من المعترضين على ما قال وأعتقد أنه صادق في ذلك لأن مواقفه بعد الانقلاب كانت أثبتت أنه كان معقول مواقفه جدا يعني إذن الذي حدث 92 هما باعوها كما رأيهم يحبوا يبيعوا الفترة هذه قبل عشر شهر وتسع شهر وثمين شهر جابونا البنديسية والسيكتمبرية وجابونا الزواف نفس الشيء آنذاك باعوا أن المشكلة هي مع الإسلاميين المتطرفين تعالفيس الحقيقة ليست ذلك هذا جزء من الصورة فقط ولذلك نقول لي إخواننا اللي رأيهم الآن مع الثورة وكانوا آنذاك مع الانقلاب أو فيما بعد اقتنعوا بنظريات الاستعصاليين يجب أن نكون منصفين we have to be fair لازم نكونوا منصفين ونعرف أن الجنرالات في 1992 هم الجنرالات في 2019 صحيح ليس نفس الوجوه ونفس الأسماع لكنها نفس العقيدة والعقيدة هي أنهم هم من يملكون البلاد ومن يتحكمون فيها وأنهم في 1992 باعوا للناس على أساس أنها الخطر الإسلامي وفي 2019 كانوا يقولون الخطر الزويف لقبيل والحقيقة أن الشعب الجزائري اللي خاض انتفاضات لا تتوقف خاصة ابتداء من سنة الثمانين حتى قبل الثمانين كانت كانت انتفاضة لقادها أيد حمد كانت تلك التي قادها شعباني كانت تلك التي كان يقودها هنا أو هناك واحد هنا أو واحد هناك كل هذه الانتفاضات في الحقيقة وصلت إلى ثمانية وثمانين لتصل إلى أقوى لقو جتاح إلى أسماها لأن ابتداء من ثمانين ستكون انتفاضات شعبية وليست انتفاضات حزبية ستكون انتفاضات شعبية بدأت بانتفاضة القبائل في الف سمين وثمانين بعدها في بالعباس واحد وثمانين لغواط واحد وثمانين وهران اثنين وثمانين سمطينة والسطيف اثنين وثمانين وثمانين والقصبة ستة وثمانين ولتصل في خمسة أكتوبر ثمانين إلى أعلى رتبها وعلى درجاتها إذن حينما كل هذه الانتفاضات كانت إما محلية جهوية إسلامية أمازيغية لكنها لم تكن مرة واحدة إلا في خمسة أكتوبر ولذلك استطاع الشعب الجزائري أن يحدث تغييرات هائلة في خمسة أكتوبر لولا أن جاء انقلاب 11 يناير 92 ولذلك حينما نقول أن 92 كان الانحراف العظيم هذا ليس تضخيما للفيس أو للإسلاميين أو لا لأن بعد الفتحة بواب الجحيم وابو تفليقة نفسه اعترف أن عدد الذين خوتلوا ابتداء من يناير 92 أكثر من 200 ألف قال هذا الكلام سنة 2000 أكثر من 200 ألف رايه 200 ألف رايه سكان دول ما توصلش 200 ألف ناهيك عن الجرح وعن المعذبين وعن المشردين وعن 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 هذه المرة ليست في شكل انتفاضة عنيفة كما حدث في أكتوبر وإنما في شكل انتفاضة سلمية أرعبتهم وأرهابتهم أكثر مليون مرة من أنه خرج الجزائرين حتى بالسلاح إن أقصى ما يزعج الدكتاتور المسلح طاغي المسلح هو أن يواجهه شعبه ويواجهه الناس بصدر عارية ولكن بإرادة وتصميم وقوة وعزيمة أشد رسوخا من الجبال هذا هو لي لحد الآن الحكمة إذا ما سئلنا ما هي الحكمة بعد توفق الله ما هي الحكمة في هذا الاستمرار في هذا الإصرار في هذه القوة هو السلمية